هذا مراسل الحدث بتصاعد وطيرة المعارك في جبهات الخرطوم حيث استهدف الجيش السوداني صباح اليوم مناطق تمركز قوات الدعم السريع وسط السوق العربي وأحياء جبرة والصحافة القريبة من سلاح المدرعات جنوب الخرطوم كما استهدف الجيش بالمدفعيات الثقيلة والمسيرات مناطق تمركز الدعم السريع بأحياء الكويت والطائف والمجاهدين جنوب الشرق العاصمة بينما استهدفت قوات الدعم السريع محيط قيادة الجيش وسلاح الإشارة التابعين للجيش وقد سمع دوي انفجارات قوي وشهدت أعمدة الدخان نتيجة لذلك كما شهدت أعمدة الدخان من أحياء أمدرمان القديمة غرب الخرطوم جراء المعارك بين الطرفين سياسيا وفي إطار المساعي الجارية لوقف الحرب في السودان من المقرر أن يلتقي اليوم وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بالرئيس الحالي لمنظمة إيجاد الرئيس الجيبوتي عمر قيلة وكانت تقدم التي يترى أسوأ رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك قد طلبت قبل عشرة أيام الاجتماع برئيس المنظمة التي تقود مساعي لعقد لقاء بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داقلون من القاهرة ينضم إلينا عثمان ميرغاني رئيس تحريص صحيفة الطيارة السودانية أهلا بك معنا على شاشة الحدث قبل أن أناقش معك ما الذي يمكن أن تصفر عن هذه الاجتماعات بين التنسيقية والإيجاد أناقش معك ما أهمية أي شيء يتم التوصل إليه بين طرف غير محارب وطرف محارب أتحدث هنا عن اجتماعات حمدوك مع قائد قوات الدعم السريع داقلون صحيح يعني من حيث ترتيب الأولويات كان الأفضل أن تكون هناك لقاءات بين القوى السياسية بمعنى أن يكون هناك إجماع سياسي سوداني بمختلف أطيافه وذلك قد يساعد كثيرا في الوصول إلى اتفاق السلام بين الأطراف العسكرية طالما أن هناك قوى سياسية تضغط بصورة واحدة لكن تجزئة الملعب السياسي السوداني قد يضر كثيرا ويجع على الصوت السياسي أقل من العسكري وتفرض بذلك الأجندة العسكرية مع ذلك هي خطوة الآن لأنه من الأفضل أن يكون هناك خطوة بدلا من أن لا يكون هناك أي خطوة هي الخطوة السياسية الأولى الآن في التياه الصحيح أن يكون هناك على الأقل لتجاه الصحيحة السابع أثناء الاتياز صحيح الدخول السياسي إلى الملعب حتى قبل أيام قليلة كان فقط المفاوضات بين العسكريين بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مختلف المنابر منبر جدة ومنبر الليقات كلها كانت بين فريقين عسكريين الآن هناك فريق سياسي ومهما كانت هناك نظرة إلى أنه لا يحتوي كل المكون السياسي السوداني لكن على الأقل جزء منه فهذا الدخول مبدئي للسياسة في السياق العسكري وأنا أعتقد أن هذا هو المطلوب لكن المشكلة الرئيسية هذه المرة لم تكن بين السياسيين والعسكريين هي كانت بين العسكريين وقوات الدعم السريع إذا نتحدث عن معسكريين وعسكريين أيضا وليس كما كنا نتابع في الأشهر والسنوات القليلة الماضية أنه كان هناك حقيقة انقسام بين العسكريين والمدنيين وبالتالي أسألك وبالنسبة للسودانيين يسألون هذا السؤال ما قيمت أي اتفاقات يمكن أن تنتج عن أو أي نتائج يمكن أن تتحقق من وراء اجتماعاتك هذه طيب ما هذا ما كنت أقوله أن الوصول إلى نتائج نهائية هو المحق طبعا هذه الاتفاقات التي تجري الآن هي مبدئية هي ليس اتفاق سلام حتى الآن لم تتطرق للمسائل الرئيسية التي يطالب بها المواطن خاصة القوات الدعم السريع من البيوت المواطنين وإنهاء حالة الحرب داخل المدن وعودة الحياة الطبيعية هذا كله متروك للاتفاق النهائي لكن لنصل للمحطة النهائية لابد أن يكون هناك محطات هناك الصحيح استدراك لمفات يعني منذ الخامس عشر من أبريل بداية الحرب غاب تماما عن المشهد الجزء السياسي القطاع السياسي بمختلف ألوانه لم يكن جزء فاعل في إدارة الأحوال في السودان هذا أدى لاستفراد العسكريين من الجانبين بتقرير مصير الوطن وللأسف الشديد لم يستطيع الوصول إلى الاتفاق واستبرت الحرب حتى هذه اللحظة حتى بداية هذه النشرة هناك ما تزال الحرب قائمة على شدها بين الطرفين الآن المطلوب دخول الأجندة السياسية دخول الأجندة السياسية يعني قد لا تكون هي بالقدر المأمولة الآن ودون الطموح لكنها بداية أن تكون هناك قوة سياسية قادرة الآن المطلوب من القوة السياسية الأخرى الداعمة للجيش أن تكون هي أيضا موجودة في سطح الأحداث بمعنى أن تكون مشاركة نعم البرهان هل سيقابل التنسيقية أيضا؟ إذا سألني هذا السؤال فقلت له قابل التنسيقية لأنه في هذا الوقت مفترض أن يقابل كل الأطراف طالما هي الطراف السودانية يعني لا يمكن أن يعول على الأطراف غير السودانية بينما يرفض ويستنكف عن مقابلة الأطراف الداخلية لكن ذلك لا يعني أنه سيمنح هذه المجموعة السياسية كل شيء على بيض لا بد أن يكون هناك استصحاب لمجموعات أخرى قد تكون هي منافسة أو مختلفة مع هذه المجموعة فعلى الأقل يكون هناك طيف سياسي متفق وأنا أعتقد أن هذه هي نقطة البداية لخروج من العرب أن يكون هناك توافق سياسي كامل قبل التوافق العسكري التوافق السياسي سيدفع العسكريين الوقت انتهى للأسف كنت سأسأل لك ما المتوقع من هذا الاجتماع مع الإيجادة اليوم ما الذي يبحث عنه حمدوك من وراء هذه اللقاءات لكن ربما في الساعات المقبلة ونتابع معك أيضا هذا الموضوع شكرا جزيلا لك عثمان ميرغاني رئيس تحرير صحيفة الطيار السودانية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك